بسم الله الرحمن الرحيم إخواني وأخواتي في الشعب الأندونيسي السابع عشر من أغسطس لعام 2021 هو اليوم المهم الذي نتطلع إليه هذا اليوم ليس يوماً فقط للإحتفال بذكرى السادسة والسبعين باستقلال أندونيسي ولكنه أيضاً هو يوم افتتاح المسجد المشترك والذي يعتبر المسجد الأول لكم على أرضنا المباركة أرض فلسطين إنه مسجد استقلال أندونيسي الكبير لكن هذه المرة ندرك جيداً أنه وراء هذا الاحتفال هناك أجندة كبيرة أخرى نريد أن نقدمها لشعبنا الأندونيسي هذا العمل هو التضامن الفلسطيني لأندونيسيا ومع أندونيسيا وهو علامة حبنا لإخواننا في أندونيسيا نحن ندرك أن أمتنا في أندونيسيا كافة وجاهدة لتقدم الدعم الكبير لإنشاء مسجد استقلال أندونيسيا الكبير لذا يجب أن يكون افتتاح هذا المسجد مهماً بالنسبة لكم كما هو مهم بالنسبة لكم ومع ذلك لا يمكننا أن ننكر بأن الملايين من إخواننا وأخواتنا في دولة أندونيسيا الشقيقة يكافحون اليوم في معركة أخرى بنفس القدر هي معركة مواجهة جائحة كورونا بالطبع لا يمكننا أن نحتفل بسعادة افتتاح المسجد بمفردنا بينما يعيش إخواننا وأحبابنا في ابتلاء عظيم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع عنهم البلاء والوباء عاجلاً غير آجل ولذلك سيكون يوم السابع عشر من أغسطس لعام 2021 يوماً مهماً يكرسه شعبنا الفلسطيني فقط شعبناً أندونيسي وسوف نردد صدى هذا العمل التضامني من أجل أندونيسيا وشعبنا من أرض الأنبياء ندعو الله تبارك وتعالى من أجل وطن أن يزيل الله جل وعلا عنكم الابتلاء وأن يتعافى أندونيسيا سريعاً وأن يشفي الله مرضاكم وأن يرحم موتاكم اللهم أمين شكراً لكم إخواننا في أندونيسيا لقد جهدتم من أجلنا حتى عندما كنتم تطاومتنا هذا البلاء وفي هذه المرة حان دورنا لنكافح من أجلكم نرجو أن تكون الصلوات والأدعية مصدراً جديداً للسعادة لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة